إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا هذه الليلة في شرح العقيدة الواسطية من تاليف شيخ الإسلام ابن تيمية وبشرحها اللآلي البهية شرح الشيخ صالح على الشيخ وقد تقدم الكلام على القواعد التي استنبطها الشيخ والتي نقلها السلف وتكلمنا سابقا على القاعدة المتعلقة المتعلقة باتباعي السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم القرون الثلاثة المفضلة والسير على طريقتهم واجتناب البدع والكلام عن البدع وعن كل محدثة ضلالة ثم ثنى الشيخ بقوله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وهذا الضمير يرجع إلى أهل السنة والجماعة وهم أتباع السلف وهم أهل الحديث وهم أهل الأثر كما ذكر ذلك سابقا فهؤلاء جميعا يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا هو جزء من خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي حاجته وأخرجها مسلم مختصرة من حديث جابر وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصر الثالث الذي يعتمد عليه الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين وبالإجماع الذي ينضبط والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فهو ذكر الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع وذكر ظوابط فيما يتعلق بالإجماع ولهذا قال الشيخ صالح وفقه الله قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وكلام الله هو القرآن الذي هو صفته ليس مخلوقا منه بدى وإليه يعود قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا أحد يكون أحسن من هديه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان من فعله أو أقواله في العادات أو في المعاملات أو في أحواله وفي هذا الزمن أصبح الناس في الداخل والخارج يأخذون هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنهم من يسمون بالإسلاميين يعني يسمون من الإسلاميين وهم عندهم رغبة عن هديه صلى الله عليه وسلم فكيف غير الإسلاميين فإنهم من باب أولى أنه يكون عندهم رغبة عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك للانهجام النفسي أمام ما عليه الكفار وإذا نظرت إلى حقيقة حالهم وجدتهم يستنكفون من بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يرون أنه لا يناسب العصر أو لا يناسب هذا الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكون هدي أحد مهما كان أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم سواء في الأكل أو في الشرب أو في الدخول والخروج أو في المعاشرة أو في الهيئات العامة أو في العبادة أو في النظر أو في الحكم أو في الوصية أو في التعامل أو في التواضع أو في الأخلاق أو غير ذلك فأكمل الهدي وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا اختلف الزمان واختلفت الأنظار واختلفت الأنظار وتوسع الناس فيبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه تحتاج إلى قوة قلب وأهل السنة والجماعة أتباع آثار السلف الصالح قوية قوية قلوبهم بذلك ولله الحمد وهم بين الناس كالشامة لأنهم على الأمر الأول وعلى خير وهو هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد وهذا ظاهر فإن لهم من العناية بالقرآن وتلاوته وتدارسه وتميز به عن غيرهم وكذلك عندهم من معرفة السنة والنظر فيها والفقه فيها ما ليس عند غيرهم فهم أهل الكتاب والسنة ولهم عناية بالقرآن من جهة تلاوته وتدبره وحفظه وتدارسه والقيام به والصلاة به وكذلك أهل السنة ينظرون في السنة ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة فأهل الكتاب والسنة أهل القرآن والسنة هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الأثر إذ كانوا أهل الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح قال وسموا أهل الجماعة والمقصود بالجماعة ما كان في زمن الخلفاء الراشدين فإنهم كانوا مجتمعين وإن ما حصل الخلاف بعدهم يعني الخلفاء الراشدون الذي ذكر في القاعدة الأولى وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد هم الذين كانوا مجتمعين على الحق فهم الجماعة قال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وقد سبق بيان معنى الجماعة في أول شرح هذه الرسالة المباركة وأن الجماعة والفرقة لفظان متقابلان وهذا مر معكم في أول الكتاب ثم ذكر أن تفسير الجماعة قال الجماعة نوعان جماعة في الأبدان أي اجتماع في الأبدان وجماعة في الدين أي اجتماع في الدين فالله عز وجل أمر بأن نجتمع في أبداننا ولا نتفرق فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فأهل السنة والجماعة مجتمعون في الصلاة وفي الجهاد فهم كالبنيان المرصوص وكذلك بالاجتماع في الدين فقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فالتفرق في الدين فيه بعد عن الاجتماع وهذه صيفة فرق الضلال صيفة الاثنتين والسبعين فرقة وهو يشير إلى حديث الافتراق الذي مر معنا افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إذن هم مجتمعون على الحق كذلك من سعى في التفريق في الأبدان وفي الدين فهو ليس على طريقة أهل الجماعة الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله قال ولكن هنا نكتة لطيفة أو قاعدة وهي أن الاجتماع نوعان ويقابله الفرقة نوعان فرقة في الأبدان وفرقة في الدين وكل منهما تأول إلى الأخرى فمن سعى إلى الاجتماع في البدن يسعى إلى الاجتماع في الدين ومن سعى إلى الاجتماع في الدين سعى إلى الاجتماع في البدن وكل منهم وكل منهما ملازمة للأخرى فلا يتصور الاجتماع في الدين مع التفرق في الأبدان إلا إلا تفرق أهل الظلالة فمن سعى في أن يجتمع الناس في الدين فقد سعى في أن يجتمع الناس في أبدانهم ولهذا من أعظم الفرية أن يقال عن من كان على طريقة السلف الصالح والداعين إلى الحق والهدى أنهم يسعون إلى التفريق لأنهم إذا دعوا إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإلى الاجتماع في الدين وأن لا نفرق بين أوامر الله فهم في الحقيقة دعوا إلى الاجتماع ومن دعا إلى الاجتماع في البدن فهو يدعو إلى الاجتماع في الدين وإنما يؤتى الناس من جهة عدم معرفة الضابط بين هذا وهذا قال وهذه المسائل العظيمة لأن مسألة الجماعة والاجتماع من أعظم نعم الله على عباده إذ من عليهم بالاجتماع ونبذ الفرقة وكل منهما له صلة بصاحبتها فمن سعى إلى اجتماع الناس في الدين فقد سعى في اجتماع الناس في أبدانهم وكذلك مقابلة من اجتمع أو من سعى لاجتماع الناس في الأبدان سعى لاجتماع الناس في الدين لأن به يمكن أن يرشد الناس دون تفرق والفرقة عذاب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الجماعة رحمة والفرقة عذاب يعني الاجتماع في البدن وفي الدين رحمة والفرقة في البدن وفي الدين عذاب يعذب الله عز وجل به من يشاء قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين وهذا من باب الأصل يقال هذه جماعة بني فلان لأنهم مجتمعون أما في الشرع فالجماعة أعم من ذلك قال والإجماع هو الأصل الثالث الإجماع بعد الكتاب والسنة فأهل السنة والجماعة عندهم ثلاثة أصول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ثم الإجماع ولكن الإجماع لم يضبط أو لم ينضبط فكثيرون الدعوة الإجماع على أشياء لا يصح فيها الإجماع ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الدعية فيها الإجماع من ادعى الإجماع فهو كاذب وهذا قول الإمام أحمد ذكره ابن حزم في المحلة وفي الإحكام وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الأخناء وذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة يعني في مسائل معينة من ادعى الإجماع فيها فإنه كاذب فيه إذا كان الإجماع ليس هو إجماع القرون الثلاثة المفضلة الأولى والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ولا شك أن الإجماع أصل من الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة والجماعة ودليله قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو الإجماع سبيل المؤمنين هو الذي أجمع عليه وذكر هنا كلام نقل عن الشافعي فقال قد جاء رجل إلى الشافعي رحمه الله فقال له ما الحجة في دين الله فقال الشافعي كتاب الله تعالى قال وماذا السائل يقول له قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وماذا قال اتفاق الأمة قال ومن أين قلت اتفاق الأمة يعني هذا السائل يطلب الدليل يقول ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله فتدبر الشافعي ساعة فقال الشيخ أجلتك ثلاثة أيام فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب إلى بيته فلم يخرج أيام ثم خرج من البيت في اليوم الثالث فجاءه الرجل وقال حاجتي يعني السؤال الذي سألتك فقال الشافعي رحمه الله نعم قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وهذه القصة ذكرت في أحكام القرآن للشافعي وذكرت في تاريخ دمشق وذكرت في سير أعلام النبلاء قال الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة ثم وضح الشيخ أن الاجتماع هو بحث أصولي أو الإجماع بحث أصولي معروف في كتب الأصول قال ولا يتصور إجماع أهل السنة في غير زمن السلف الصالح ولكنه لا ينضبط لأنه قد يكون ثم من يخالف في مكان من الأرض لكن بما اشتهر يكفي الإجماع والعبارة هنا يعني يعني يقصد أنه اشتهر وقد يكون هناك من يخالف بعد القرون الثلاثة أما القرون الثلاثة فهم متقاربون وينقل بعضهم عن بعض قال والإجماع المقصود به يجماع منهم من أهل الفقه في الدين الذين يفقهون معاني الكتاب والسنة أما أهل الرواية وأهل الأثر من جهة معرفة الحديث ومخارجه ونحو ذلك فالأصوليون نصوا على أنه من كان من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية فلا يعتد به في الإجماع فلو خالف لا يكون مخالفا للإجماع لأنه أهل الرواية الذين يضبطون الإسنات ولفظ الحديث لكن هل كلهم فقهة وهل إذا خالف أحدهم يعتبر ناقض للإجماع هذا الذي يقرره هنا ويقول لا بد أن يكون أهل رواية وأهل دراية وقد يظن أن هذا إجحاف بأهل الرواية لكن هذا الواقع ولهذا ذكر عدد من أهل السنة أن ثم مسائل أنعقد الإجماع عليها ولا عبرة بخلاف الظاهرية فيها لماذا لأن خلاف الظاهرية هما يأخذون أحيانا بما يظنونه ظاهر الرواية لكن من غير فقه لمعانيها فلهذا اعتبر أن من حاله كحال الظاهرية فإنه لا يعتد به في الإجماع قال لأنهم أي الظاهرية لم يكونوا على طريقة الأئمة أئمة الحديث في الفقه كمالك والشافع وأحمد إذ هم أئمة الحديث وهم أئمة الفقه عند أهل السنة والجماعة لاحظتم هذه واضح الفقر عندكم فالإجماع ينضبط في عاد السلف الصالح وما بعده فيه عدم انضباط وكثرة اختلاف لكن المقصود به إجماع أهل الفقه والدراية بالكتاب والسنة ويتصور بعدهم أن يجمعوا إذا أجمع الفقهاء المعروفون بالكتاب والسنة ولم يعرف مخالف لهم وهذا لا يزم منه التقليل من شان أهل الحديث فإن أكثر أهل الحديث هم فقهاء وأهل دراية مثل فقه الإمام البخاري وأصحاب السنان وغيرهم لكن هو المراد بعض من يتعاطى مثلا علم الحديث أو علم المصطلح وهو لا يعرف أن ينزل الأحكام منازلها فيأتي بأشياء فيها شدودات لأن معرفة الشدودات في الأحكام هذه من باب الدراية ومعرفة البقهاء قد يعرف المنتسب للحديث الشذود في لفظة في الحديث لكن الكلام الشذود في المعنى أيضا يعني الشذود في المعنى قد يكون فيه شذود في المعنى أنه فهم معنى ما قال به أحد من من قبله من أهل الفقه والدراية قال وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين قال ولا شك أن هذه الأصول الثلاثة يوزن بها الناس وتوزن بها الفئات والطوايف والأشخاص من جهة العناية بالسنة والاستدلال بها واعتماد ما دلت عليه وأنها تفيد العمل وتفيد العلم سواء كانت متواترة أو كانت آحادا فإفادة السنة للعلم يشترط له ثبوت السنة فإذا ثبتت السنة أفادت العلم وأفادت العمل أيضا بعد ذلك وأما ما ذكره بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم من أتباع المذاهب من أن أحاديث الأحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد العلم الظني فهذا مخالف لطريقة السلف الصالح بل نقول يفيد العلم ولا نقول يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني لكن كثير من أهل العلم يعبر بأن حديث الآحاد يفيد العلم الظني وقد يفيد العلم اليقين بشروطه وذلك إذا احتفت به القراء أو كان مخرجا في الصحيحين ونحو ذلك أو تلقته الأمة بالقبول وهذا استفاده من ابن حجر حيث قال وخبر الأحادي إذا احتفت به القراء أفاد العلم اليقيني وذكره ابن القيم ظن في مختصر الصواعق ومن من قال أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود ابن علي وأصحابه كأبي محمد ابن حزب ونص عليه الحسين ابن علي الكرابيسي وهذا مذكور في نزهة النظر لابن حجر إذن الآن عندنا أن خبر الأحادي يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به قرائن ما هذه القرائن الأول إذا كان مخرج بالصحيحين الثاني إذا تلقته الأمة بالقبول إذا احتفت به القرائن أو كان مخرجا بالصحيحين أو تلقته الأمة بالقبول وهناك لفظان هما قطعية الدلالة وقطعية الثبوت فقطعية الثبوت يعني أن يكون ثبوت السن قطعيا وكذلك وما كان من القرآن وثبوت ما كان من القرآن هو قطعي الثبوت فالقرآن ثابت بالقطعي يعني الروايات المنقولة بالتواتر أما الرواية التي لم تنقل بالتواتر يعني الروايات الشاذة يسميها القراء الشاذة ونحو ذلك فهذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السند فإذا صح السند إلى القاري فإنها معتبرة إذا لم تخالف القراءة المتواترة وتفيد العلم وتفيد العمل وذلك بخلاف طريقة القراء فإن عندهم القراءات الشاذة هذه ليست معتامدة ولكن طريقة أهل السنة أنه إذا صحت القراءة بأن صح سندها ولو لم تكن متواترة فإنها تفيد العلم والعمل والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد في الشاذ والتواتر معروف في القراءات العشر أو ما هو أكثر من ذلك في السنة تكون قطعية قطعية الثبوت إذا كانت متواترة أما إذا كانت غير متواترة فيقال إنها ظنية الثبوت وهذا اصطلاح يعني أن طريقة إثباتها لم تكن في وجه القطع بل مظنونة لأنها لم تنقل بالتواتر يقابل ذلك قطعية الدلالة بالكتاب والسنة وهذا نادر وأغلب نصوص الأحكام ليست قطعية الدلالة يعني أن قطعية الثبوت غير قطعية الدلالة قال فأغلب نصوص الأحكام ليست قطعية الدلالة بل فيها مجال للإجتهاد وهذا الذي جعل الخلاف يكثر بين الفقهاء وأما الأخبار خبر عن الله أو عن صفاته أو عن الغيبيات أو عن قصص الأنبياء فهذه قطعية الدلالة من جهة حصول حصول اليقين بما دلت عليه قد يكون هناك ألفاظ تحتمل كذا وكذا وهذا يكون فيه مجال للفهم والدلالة أما الأحكام فإنها قد تكون نص من الكتاب أو السنة قطعية الدلالة وقد لا يكون وعند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من إثني عشر أمرا وهي موجودة في كتب الأصوليين أحال على كتاب الموافقات للشاطبي أنها تفيد قطعية الدلالة وقد يكون وعند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من إثنتي عشر أمرا وهي موجودة في كتب الأصوليين ممكن الشيخ يذكر ها لنا تسجل عندك هذه في الدرس القادم تأتي بها للاستفادة تأتي بها في الدرس القادم ما هذا الأثناء الأمر الذي أشار إليه قال ولم يذكر شيخ الإسلام القياس هنا لأن القياس مختلف فيه حتى عند السلف الصالح فمنهم من لم يقس ولم يرضى بالقياس لكن الشيخ هنا استدرك وقال والقياس نوعان الأول قياس القواعد وهو من جهة عموم المعنى وهذا لا خلاف فيه بين السلف بل كان السلف يعملون به كثيرا وهو من العلم النافع العظيم الثاني قياس الفروع وهو معروف عند الأصوليين بالقياس وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما ويقصدون بالفرع الحكم المسكوت عنه وبالأصل الحكم المنصوص عليه وأما القياس القواعد فهذا هو الذي يسمى عموم المعنى وهو الذي تكلم عنه ابن القيم في أوائل إعلام الموقعين عن رب العالمين وأطال الكلام فيه وفي تقريره وهو الذي يسمى تحقيق المناط وهو الذي يكون من الفقهاء في العبادات وبعض طلاب العلم لا يفرق بين القياس وبين القواعد تجد أنه في باب العبادات يرى أنه ألحق شيئا بشيء فقال هذا قياس والقياس في العبادات ممتنع قال وهذا ليس بجيد بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات ببعض من جهة عموم المعنى ومن جهة قياس القواعد وهذا مقبول عندهم بالطراد وأما قياس الفروع وهذا الذي فيه بينهم خلاف وما كان منه جليا هذا اعتمده أئمة السنة كمالك والشافعي وأحمد وما كان منه خفيا فهو عرضة للأخذ والرد قالوا على العموم ثم مباحث طويلة في ذلك لكن هذه وصول تجمع هذا الموضوع في طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة وقال رحمه الله يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما مما له تعلق بالدين يعني هذه الأصول لا يوجن بها ما له تعلق بالدنيا لأن هذا الأصل فيه التوسع وأما ما له تعلق بالدين فيزينون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فأحوال الناس الأفراد والطوائف وأقوالهم توجن بهذه النصوص فمن كان متبعا طريقة السلف الصالح فهو على طريقة أهل السنة والجماعة فهذه الأصول توجن بها الأقوال والأعمال وتوجن بها المقاصد وتوجن بها النيات ويوجن بها ما ظهر وما بطن ولا شك أنه ميزان عظيم لكن لا يحسن تطبيقه إلا الراسخون في العلم لأن تطبيقه يحتاج إلى دقة خاصة في الأمور الباطنة وأما الأعمال الظاهرة فهذه قد يشترك فيها الكثيرون من جهة الوزن بهذه الأصول ولعلنا نكتفي بهذه الليلة بهذا الفصل الذي ذكره الشيخ وملخصه أن أهل السنة والجماعة يعتمدون الكتاب ويعتمدون السنة ويعتمدون الإجتماع أو الإجماع المنضبط وذكر أوصاف للإجماع المنضبط وهو ما كان أيام السلف قبل أن تنتشر كثرة الأقاويل وهو لما ذكر الأصوليين فذكر بعضهم أنه متأثر بالمعتزلة ولذلك نكون على حذر عندما نراجع بعض كتب الأصوليين فإنهم يقعدون قواعد ليست من قواعد أهل السنة والجماعة بل ما دام أن عندهم بدع في الاعتزال فهم يضخمون دور العقل ويتوسعون فيه ولهذا بعض العلماء أنتقد على كثير من الأصوليين أنه قد دخلت مباحث علم الكلام عليهم في أصول الفقه دخلت مباحث علم الكلام عليهم في أصول الفقه فكان عندهم قضايا كلامية كثيرة وخير من يرجع له الإمام الشافعي فهو إمام في أصول الفقه وهو إمام في السنة وهو لا يرى الدخول في علم الكلام البتة ولا يرضى به وكذلك الإمام أحمد والإمام مالك فهؤلاء أئمة في السنة وفي الفقه وفي أصول الفقه وهو طريقة استنباط الأحكام هذا ملخص ما ذكره في البصل وأن كان بعض الأساليب فيه عسر لما ذكرها لكنه أراد أن يبين أن خاص فيما يتعلق لما فرق بين أهل الرواية والدراية لما فرق بين أهل الدراية والرواية فهذا يحتاج للضباط لأنه قد يأتي شخص فيغالي في معنى الدراية ويلغي دور الرواية ويلغي دور الرواية ويجعل ولا يعتد بكلام أهل الحديث ويزعم أنهم ليسوا أهل دراية وهذه الظاهرة وجدت عند بعض الناس أنه يقولون هذا صاحب حديث وليس بفقه هذا صاحب حديث وليس بفقه وكانوا يلمزون بها بعض المحدثين وهذا كلام باطل فإن أهل الحديث هم أقرب إلى الفهم الصحيح والمسائل المنتقدة عليهم قلة إلا ما كان من الظاهرية وهو أشار إلى ذلك وليس المراد أيضا أننا لا نأخذ بظواهر النصوص لكن الظاهرية عندهم فهم عجيب عندهم فهم عجيج عجيب في الجمود على الظاهر عند بعضهم ابن حزم يختلف أحيانا عن غيره ونضرب لكم مثال من هذه الجمود أنهم يرون أنه على عن البول في الماء الراكت النهي عن البول في الماء الراكت قالوا فإذا بال في علبة ثم صبه فهذا ما يدخل في النهي هذا لا شك أنه يعني فهم عجيب المراد هو النهي عن وضع البول في الماء الراكت المراد النهي عن وضع البول في الماء الراكت فهم فرقوا بين صورتين والتفليق أبدا لا يمت إلى الفقه بصلة وفي مسائل ولذلك نص على الظاهرية أنهم لا يعتدوا أحيانا بخلافهم في باب وإن كان لأن الشريعة أصلها مبنية على الظاهر خاصة فيما يتعلق بالغيبيات وما يتعلق بالأسماء والاستفاة لله عز وجل فإنها مبنية على الظاهر ظاهر النصوص لكن الظاهر الذي يدل عليه المعنى دلالة واضحة الظاهر المستقى من النص وليس ظاهر لا تدل عليه القرائن وإلا فإن بعض المحدثين الكبار يدرجونهم مع أهل الظاهر لأنهم يلتزمون بالظاهر بظاهر الحديث وخاصة في الأسماء والصفات والغيبيات وهذه يعني المخرج هو أن تلتزم بالظاهر المنظبط وبعض الناس لا يفهم ما المراد بالظاهر مثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يقول الله يقول الله عبدي مرضت فلم تعدني مرضت فلم تعدني فقال كيف يعني أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبدي هلان ولو ذهبت لزيارتي لوجدتني عنده من غير المعقول أن يكون الظاهر أن رب العالمين مرض هذا ليس الظاهر الظاهر ليس هذا لأنه مفسر لأن هذا الحديث مفسر ما المراد بذلك أنني مرض فهذا مفسر وظاهره هكذا وهذا هو الذي يفهمه العقلاء ولا يمكن أحد أن يجمد على الظاهر ولذلك أهل البدع أرادوا أن ينكروا الظاهر من هذا من مثل هذه الحديث قالوا إن تريدون أن تسيروا على الظاهر فأثبتوا المكر لله مثل قول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله فقال أثبتوا له المكر لكن الله يستهزئ بهم لكن هذا ليس هو الظاهر الظاهر أن هذا مقابل لمكرهم وأن هذا مقابل لاستهزائهم وليس أن تصف الله عز وجل بداية بالمكر ولا بالاستهزاء فهؤلاء لم يفهموا الظاهر أصلا فالظاهر إذا كان بهذه الأفهام السقيمة فلا يلتفتوا إليه والظاهر التي تفهمه العرب من لغتها واضح عند العرب فهذا هو الذي يسار عليه نكتفي بذلك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وتعبوا لك ترجمة نانسي قنقر